الفارط مثلت تكومن ومثلت بطبيعة الحال بلدي الجزائر رفقة زميلاتي الخارجات من نفس البرنامج هاوية للمطالعة للسفر والتدوين والأعمال التطوعية سلمة ربما كيف كانت رحلتك من حاسيم سعود إلى كاليفورنيا حتى كانت سلمة بكوش وبما ضمن المشاركين في هذا الولايات المتحدة الأمريكية هي كما أسلفت سابقا أن البرنامج هو عبارة عن تيك وومن أتحدث عن تيك وومن الذي شاركت فيه سنة 2018 هو برنامج تابع لصفارة الولايات المتحدة الأمريكية اكتشفت صدفة عن طريق زميلة من زميلاتي بالمضاصة العليا للإعلام الآلي سنة 2014 عندما عادت وحدثتني عن البرنامج صراحة أحسست أن هذا البرنامج ملهم وهذا ما أبحث عنه أبحث عن تدريب يمكن أن أختار ما أتعلم وتكوى من يمنح هذه الفرصة سجلت في 2016 ولم تسنت ليش الفرصة يعني ما قبلونيش بس كأنوا طالبين تجربة مهنية على الأقل سنتين فعودت خدمت على سيرتي الذاتية على نشاطتي على التوجهات المهنية وقدرت نشارك عودت تار شهتائي في 2018 وشاركت لمدة خمس أسابيع كانت منهم ثلاث أسابيع تدريب بموقع تويتر سلمة مشاركتك في التكو ومن يعني كيف كانت المشاركة وماذا يقدم هذا البرنامج للمرأة بصفة خاصة وكيف ترينه ربما مفيدا للمرأة الجزائرية أولا البرنامج هو مخصص للنساء العاملات في مجال التكنولوجيا العلوم رياضيات والهندسة واللواتي لديهن خبرة مهنية على الأقل سنتين فيمكنهن تسجيل والفاعلات بطبيعة الحال في المجتمع فقدمت للبرنامج والبرنامج عبارة عن توجيه يعني البرنامج فيه ثلاث محاور رئيسية منها تبادل ثقافي لأنه نلتقي بمئة امرأة قادمة من عشرين دولة بما فيهم يعني الولايات المتحدة الأمريكية منطقة شمال إفريقيا شرق أوسط وإفريقيا الوسطى وجنوب ووسط أسيا فهذا التبادل الثقافي كان جد ثري وكذلك عندنا مشروع مثل بلدنا الجزائر يعني كمجموعة بنات كنا احنا أربعة في دفعة 2018 قدمنا مشروع وخدمنا عليه مدة أربعة أسابيع ماذا كان عنوان المشروع انجليش فرنش كامب وهو مخصص هو الامباكت بروجيكت اللي كان بمرافقة الكوتش تعنا يعمل على أنك تخدم على برنامج أو تخدم على مشروع أو إشكالية في المجتمع اللي رك تعيش فيه فاحنا شفنا بلي عنا إشكالية لغات لغات ما زالها تدرس الطريقة أنه نعتمد غير على الكتابة ولا الجرامير فما كانش طرق إبداعية اللي تخلي الطالب يكون أكثر حيوية أكثر حيوية ولا أكثر شخصيا أنا تعلمت الإنجليزية يعني حطيت كدخلت سوق العمل كيشت المتطلبات العالية لسوق العمل فحطيت الهدف أنه لازم نطور روحي وما زالني نخدم عليها فكان هو يعني اقتراح لهذا المشروع وكائن ثاني المحور الثالث والأهم أن نشوفه لكل المشتركة فينا اللي هو المشروع التوجيه الذاتي يعني أنا كمترشحة للبرنامج تاك ومن قمت بملء استمارة عبرت على أهدافي عبرت على وش عندك سيرة ذاتية يعني باكراوند اكتيفيتز العمل تاعي الأعمال تطوعية وعطونا الاختيار كشغل كيمالباك يعطيك لاليست تاعة لكومباني ويقول لك خيار ثلاثة وكتب اكتب اون لتخد موتيفاسون على شرك حب تكون فيهم فأنا كانت تويتر من بين اختياراتي لأني ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي كنت حطا في رأسي أني لازم نكون في شركات على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت فرصة جد ممتازة أني تدربت في مقرهم مدة ثلاث أسابيع زيارتك للولايات المتحدة الأمريكية وتواجدك في الساليكون فالي كيف كانت ربما علاقتك بالناس المتواجدين هناك والجزائريات أيضا اللوائي شاركنا معك في هذه التظاهرة إضافة أيضا إلى ربما بماذا عدتم إلى الجزائر أكيد أحنا خلال البرنامج كنا محاطين بالمنتورز والكوتشز يعني المدربين أو الموجهين المشرفين اللي كانوا يرافقونا سواء على المستوى الفرضي أو المستوى الجماعي كذلك تبادل الثقافي مع مئة امرأة من مختلف الجنسيات فكان هذا شيء ثاري أما أحنا كجزائريات عملنا المجهود لتعنا باش نمتلو البلد التعنا ونخدمه على مشروع رغم اختلاف وجهات نظر التعنا اختلاف الباقاونت التعنا أنه كل وحدة جات من منطقة كل وحدة واشقرات فكان أكيد تبادل وتحديات أيضا فاطمة سلمة علاقتك بفاطمة بن حميدة وشفنا أيضا في الصور التي كانت تمر علينا منذ قليل أكيد أنه أنت وفاطمة حققتم ربما ما عاجز عنه الكثير من النساء الجزائريات خاصة أنه في هذه المناسبات الدولية يكون فيه صدى إعلام كبير في أيضا محطة إعلامية كبيرة عربية ذعت لكم الخبر ووضعت أيضا مقال عنك أنت وعن فاطمة ما هي العلاق التي تربطك أيضا بفاطمة بن حميدة فاطمة بن حميدة هي ابنة مدينة حاسي مسعود وعندما التحقت بالمدرسة كانت هي تدرس يعني كانت بصد تحذير مشروع دكتورة وكانت أيضا تدرس بالمدرسة فلتق ما التقناش في المدرسة لكن التقنا في المدينة بمحد الصدفة وأنه قالت لي سلمة إذا هذا الوجه مألوف إذا حتشتي أي حاجة تقدري تجيل عندي وتسقصيني وتشاوريني ما قصت هذه الصورة؟ هذه يوم عودتي من برنامج تاك ومن يعني لما رجعت من تاك ومن أول شخص كنت حابة نتلاقى به هو فاطمة فلما رجعت توجهت مباشرة المدرسة العليا الإعلام ألي واتصلت فاطمة أريد ألتقي بك وكانت بحض الصدفة يعني حتى الصورة كانت جد عفوية أيضا ربما فاطمة كانت تقول دائما أنها لطالما تمنت العمل مع سلمة لما تملكه من طاقة ورغبة في مساعدة أهل المنطقة من ساليكون فالي إلى حاسم سعود بماذا عادت سلمة إلى أهلها هناك وإلى أهلها في الجزائر وهل ما وجد هناك في ساليكون فالي يمكن أن يكون حقيقة هنا في الجزائر نبدأ بالسؤال الثاني ونرجع للسؤال الأول الحقيقة أنك تكري كونتكست لا تقدر تقوم تقوم بإمكان تقوم بإمكان سيليكون والي وتقول فالوالا يمشي في الجزائر أكيد سيفشل فإذا تحب الطبق ولا تجيب المفاهيم والمفاهم التي تعلمنا من أنتم خلصنا نخلق أرضية التي تستوعب كامل هذه المعارف وهذه المعلومات بطريقة التي نقدر أن نطبقهم على الصعيد المهني أو حتى الشخصي السؤال التي طرحت هو العودة يعني العودة أنه كانت فاطمة قبلي كانت في دفعة 2017 وقالت لي سلمة ما رأيك قلت لها أنا مطلعة على البرنامج وعلى بالي وش فيه هل ممكن قلت لي شجعتني وقلت لي بالصح لازم نخدم حاجة مع بعض كي تولي وبديت يعني أنا من الأصل مدوينة منذ أربع سنوات يعني لما رجعت فاطمة تفقنا قلت لها فاطمة تروحي وتولي وتشاركي تجربتك معي على المدوينة فكانت انطلاقة عن طريق مقال على مدوينتي وتطور الموضوع لأنه عدنا نتشاوروا أكثر نتشاركوا فرص مع بعض يعني كي تشوف فرصات تعجب يعني تتبعت لي أنا كي نشوف فرصة فصرا هذا التبادل وبقى بيناتنا حتى يعني بعد تيك وومن بقينا نخدمه بهذا شي حتى جاءت فرصة مايكروسوفت إغنايت اللي شاركتي فيها كمتحدث السنة الماضية بالتوقيت اللي كنت فيه تيك وومن وكانت يعني تجربتها ملهمة في أسبوع الأول وأنا في سيليكون كانت هنا في أورلاندو تمد حضرت ومدت المحاضرة فلما فتحت سجيلة هذه السنة قلت لها أنا رح سجل شاورتها يعني وش رايك تشوفي يعني كي تسقسي واحد مجرب لعنده خبرة ويمدلك من قلبه رح ينفعك بزاف قلت لي ها وش فيها دوك شوفي إذا تساعدك وبعد ظهرنا سجلنا يعني مع بعض وتسافقنا أن نروحوا مع بعض ونوثقوا التجربة من سما هل يمكن أن نفهم من كلامك سلمة أنه التاك وومنت هو الذي غير حياتك ربما إحنا يعني قبل تاك وومن كنا ندير هذه النشاطات يعني أصلا البروفايلز تاوعنا يعني كنشطين في العمل الجمعوي العمل التطوعي ممكن تجربة تاك وومن تمثلك كيفاش نقوله ظهور عالمي لأنك رح تكون مع جنسيات لعمرك ما رح تطلقها وانت مثلا في تزاير يعني كاين الدول لأننا عمري ما كنت نسمع بها حتى الحق التاك وومن صراحة مدلنا فرصة أنه نشوفوا السيليكون فالي كيفاش رح يتخدم التكنولوجيا وين رح يلاحق هذا الإبداع وين رح يلاحق هذا الشي شجعنا أنه ممكن بعد التاك وومن أنه نوجهوا العمل التطوعي تعنا مثلا نعاونوا النساء في مجال التكنولوجيا في مجال العلوم رياديات الهندسة أنه نمدلهم كثير فرص أنه المحتوى مثلا يكون موجه في هذا الشي ثاني حاجة أنه المحتوى قبل أن نروح للتاك وومن وزد استمرت بعد التاك وومن لأن كسبت خبرة مليحة يعني لأن التجربة كانت مكثفة جدا أنه نشاركها بطريقة تفاعلية مع الناس ونستقبل أسئلتهم ونوثق تجربة الحاجة التي لم تكن قبل كيف كانت عملية المشاركة هذه في أي مجال وفي أي منطقة ربما كانت هل كانت هناك محضرات تجربة تكوما صراحة وثقتها وأنا لتم عن طريق مواقع نصت مواقع تواصل اجتماعي لينكدين فيسبوك تويتر اليوتيوب للمرجات يعني فتحوا تسجيلات 2019 قلت لماذا لا لنشارك تجربتي كما هذا الفيديو الذي نرى فيه يعني نبدأ على كيف نفعل تجربة كولتورة كيف نفعل تجربة امباكت بروجيكت يعني كامل قمت سلسلة وقمت حلقات فحبيت التجربة لما من بعد كانت في تجربة يعني نحط لفرصة انه قبل ميكروسوفت نروح مع برنامج تبادل ثقافي تابع لسفارة الولايات المتحدة كمرافقة للمشاركات الاربعة اللي مثلوا الجزائر في جويليا الفارض يعني طالبات بالثانوية فالتم جاتني الفكرة انه وعلش لما نوثقش من قلب الحدث فعادت يعني كبرت الفكرة معايا انه لازم كي نكون في قلب الحدث عندها الهام خاص عندها طعم خاص عندها طعم خاص وكذلك واصلت يعني في لينكدين واصلت في تويتر وان شاء الله نزيد نوفر محتوى اكتر في المدونة تعيس المشارك بانكم ايضا سلمة لو تحكينا عن ربما قسطك او شعورك وانتي تشاهدين ربما تغريدة لسيد رئيس الجمهور سيد مجيد يذكر فيها اسمك ايضا واسم فاطمة والعديد من المبدعين الجزائريين كيف كان شعورك هذا صراحة شيء مشرف لانه نطلبون ان شاء الله من المخرج يعطينا ربما التغريدة نشوفوها سوية وتعلقي ربما ايضا تحب توثقي الامور اكيد انا عاودت درت لها رتويت يعني لما شاء درت لها رتويت شارك ساف لينكيد انو فيسبوك هذا شيء كثير مشرف واحنا محتاجين يعني يد واحدها ما تصفقش يعني تعي تخدم واحدك تمد انرجي لكن الكلام ولا ما بتغريدة كما هذي عندها صادة كثير عندها صادة واسع وتحملني كثير من المسؤولية للحاضر بينصر والمستقبل يعني ان شاء الله نزيد نخدمه ونحطه كفاءتنا يعني الرئيس قال سأبقى على يقين يصنعه شباب أمثال سلمة بكوش وفاطمة زهراء بن حميدة وحلام هملي وارضوان حسين مثل ما برهنوا على ذلك في تخصصات الالكترونيك والطيران والهدسة المعمارية سنبذلوا معا قصار الجهد كي نرتقي ببلدنا مثل هذه التغريدة ربما هل تعتبرينها انت ربما هي مديد العون مساعدة لكم انتم كباحثين ومخترعين وملهمين لكن اذا كانت اليد ممدودة ماذا يمكن أن تقدمون أنتم هل لديكم أفكار هل لديكم مشاريع هل لديكم ربما تكتل أو يعني أنتم دائما ما تسافرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية التقيتم في ساليكون فالي ربما التقت مع فاطمة في أرلاندو وغير ذلك من المقاطعات الأمريكية التي تحتضن مثل هذه الفعاليات ماذا يمكن أن تقدمون أنتم باعتبار أنه ربما لقد حان الوقت لأن ربما تتوسع التكنولوجيا في العديد من المجالات في الجزائر أكيد التغريدة مدتنا أصلا يعني طاقة إيجادية نعم انتشار أكثر مثل ما قالت اللي ذكرتهم وتتشجع أنه أنا مثلا أي واحد يكتب لي ولا يرسل لي ويقول لي راكي نشجعك في شيء راكي ديري فيه حاجة تشرف لكن وش نقدر نمده كائن اللي نقدر نمدهم أونلاين بالمحتوى وكائن اللي نمدهم بالفعاليات في مختلف الولايات اللي رانا نزورهم في الجزائر رانا نروح رانا ننتقل رانا نشارك في مختلف الفعاليات خاصة أنا في مدينتي يعني أولويتي لأنه الأقرب فأنا يعرضوني نوادي نروح يعرضوني الملتقيات الملتقيات المحلية هذا وجهان لوجه ونستعمل منصات التواصل الاجتماعي بها نشارك المعلومة ونشارك الإلهام أيضا سلمة لما كنت هنا في الجزائر أو كنتنا هنا في الجزائر وغادرت هنا حول الولايات المتحدة الأمريكية هل كان فيه ربما اتصال مع وزارة الخارجية ولما عدتوا إلى الجزائر هل كان فيه ربما اتصالات معكم أم أنه ربما حتى سقطت تغريدة الرئيس صراحة الخارجية بأي شكل من الأشكال يعني كان فيه ربما بما سمعوش بالخبر حتى شافوه في الكثير من مواقع التواصل الاجتماع وفسير الإعلام ممكن أيضا ربما سلمة خارج هذا المجال تعال الإبداع والتكنولوجيا يعني إلى ماذا تطمح سلمة بكوش سؤال صعب صراحة لكن أطمح لنشر كل ما أتعلم يعني هذا حاجة نحسها أنه مستحيل لكن إن شاء الله ستكون متاحة وتكون ممكنة أنه نتعلم ونشارك نتعلم مع الناس والجرية الواقع ربما تع النساء والشباب الجزائري كيف تراه سلمة بكوش بعد التجربة التي قضيتها في الولايات المتحدة الأمريكية عندنا بزاف تحديات في الواقع الجزائري وعندنا بزاف وعندنا شباب عنده بزاف تطلعات وعنده بزاف بوتنسيال بهيمد لهذه البلاد ممكن يروح خارج البلاد راهم يرفعوا راسنا وراهم ما شاء الله يعني نفخروا أننا جزائريين وأنه عندنا سفراء خارج الجزائر ممكن أنه هنا وش نقدر نديره أنه نتعاون في مبيناتنا كشباب نشاركوا الفرص مع بعضنا نوجهوا بعضنا لأنه قدما نتعاون وإحنا في بعضنا نقدروا يعني كعمل جماعي نقدروا ونرحوا لبعيد مع بعض أنا أشكرك جزيل سلمة بكوش للمشاركة الفعاليات مايكروسوفت وفي عديد من التعرف الفعاليات بالولايات المتحدة الأمريكية مشاهدنا كان غرفة الأخبار مستمرة معكم إلى هم جاء في عنوين الصحف الوطنية صادرناها اليوم مع زميل سماعة مامرة وبعد فاصل إشهري قصير يقاكم زميل شريف بوعافية متابعة لغرفة الأخبار لا تذهبوا بعيدا